السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم معي على قناة وصفات ام ادم وكريم كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال وانتما كتشاهدو هاد الفيديو فاليوم غدا نحضر معكم مسيمنات معمرين بعمارة او لبحوش ومالحة كتجي لديدة بزاف وكذلك المسمن او لهذه المسيمنات كيجوا مورقين من داخل غادي نوريكم طريقة ديال التوراق كتجي رائعة جدا يجوا مقرمشين مع لبرة وشاشين من داخل كأننا خدمنا يعني بالعجين مورق لكن هو فقط عجين ديال المسمن كتختلف فقط طريقة باش غادي نورقو هاد المسيمنات هادو فانتمنى ان شاء الله الفيديو يعجبكم خليكم على المقادير والطريقة بسم الله على بركة الله غدا نبدأ اول حاجة بتحضير الحشوة باش نخليها على جنبك تبرد ففي مقلات وضعت بصلة كبيرة مشلدة فانا خلط ما بين البصلة الحمراء والبصلة البيضاء قطعتها رقيقة وضفت عليها زيت الزيتون وكذلك ترييس ديال التومة اللي حكيتو فغدا نخلي هاد البصلة هادي مع التومة على نار ونبقى كنحرك فيها حتى كتشحر مزيان وكتدبال وكذلك يتبدلها اللون ديالها فكيف كنتشوفون بعد ما كتشحر مزيان هدا نضيف عليها هنا صدر ديال الدجاج اللي قطعته قطاع صغيرة بزاف لانه غادي نعمره بهاد المسيمنات وباش ما يقطع شلينا العجين فقدرته قطاع اللي صغيرة بزاف ممكن تعاودوه بصدر ديك الرومي او لا بالكفتة كيبقى لكم الاختيار لكن هاد الحشوة هاديك الجيل تيدة غير جربوها غادي تولي معتمدة عندكم فهادي الاتناء فقدرت صدر ديال الدجاج كنجهد البوطة لانه كنعرفوا ان صدر الدجاج كيطلق لنا الماء فكنجهدوا البوطة وكنبقى ونحركوا فيه حتى كيتشحر مزيان وكينشوف لنا هادك الماء اللي كيطلق وكنضيف عليه السبانيخ فلانه ما متوفرش عندي السبانيخ خطرية فستعملت السبانيخ لكي تكون مجمدة وكنت قطعوها قطعوها وكتضيفوها على الدجاج ديالكم بطبيعة الحال من بعد ما يكون شحر مزيان وهنا كنضيف التوابل فضفت شوية ديال الفلفل اسود او الابزار وكنضيف الملح والمح بطبيعة الحال تبقى لحسب الدوق فتقريبا ضفت ملعقة صغيرة غير مملوقة من الملح وبنفس الطريقة يعني بنفس الشكل اللي درنا الدجاج كنجهدوا في هاد المرحلة هذه البوطة لانه حتى السبانيخ هما كتلقو لنا الماء فكنجهدوا البوطة مزيان وكنستمروا بالتحرك كيف كتشوفوا حتى كتدبل مزيان هديك السبانيخ وكنتنشوف لنا من الماء تتبقى فقط غير هديك الزويتة سوف نستمرها كنخليها يعني اعلانها روح للخمسة ديال الدقايق وكنتفع لحشوة وفي هاد الاثناء غدا ندوز باش نحضر العجين واللي غدا نحتاج له لثلاث كؤوس ديال الدقيق ديال الفورس او لا الفارينة مع ثلاث كؤوس ديال الدقيق ديال الفينو او لا دقيق القمح الصلب هدا نضيف ملعقة صغيرة ديالة الملحة ونضيف ملعقة صغيرة ديالة الخل باش كنحصلوا على عجيل اللي كيكون هشيش وغدا نضيف كذلك ملعقة كبيرة كيف كتشوفرها غير مملوئة يعني ممسوحة من السكر سانيدة او لا السكر الخاشين باش كتعطينا هادك اللولي كيجي محمر لهاد المسيمنات وكنضيف نصف ملعقة صغيرة ديالة الخميرة ديالة الحلويات او لالبيكين باودر ما يعدل نصف كيس ديالة 8 جرام ونضيف ملعقة صغيرة ديالة الحلويات حسب النوعية زيال الدقيق اللي استعملتو واشكا تشرب او لا لا فمن بعد ما كيتجمع لي العجين هناخدو نوضعو فوق سطح العمل وكندلكو بهات الشكل هادا يلا عندكم العجانة بامكانكم تستعنو بها فكندلك العجين ديالي مزيان حتى كنحصل على عجين اللي كيكون طريق ارتب من بعد ما كاندلك العجين مزيان كيولي بهات الشكل هادا غدا ناخدو ندهنو بشوية ديالة زيتة ديالة المائدة ونوضعو في بلاستيك ونخليه عجين بكيرتاح من نساة حتى الساعة وتقدروا تخليه اكتر لانو مافيش الخميرة فما تخافوش منو غدا انو نسدي يعني على الكيس وكنخلي هذاك العجين على جنب كيرتاح من بعد ما كاندوز نسف ساعة فانا خليتو نساة حتى ونتما تقدروا تخليه اكتر وكذلك بامكانكم تعجنوه بالليل وتشكلوه حتى الغدلي لانو مافيش الخميرة فما غدا يخسر محتاشي حاجة كتعجنوه بالليل والغدلي عاد باش كتشكلوه فغدا نبدأ كننشكل كويرات من العجين كاندهن تبصير بشوية ديال زيت ديال المائدة وكنبدأ نوضع فيه الكويرات بالنسبة للحجم انتم ما كتتحكموا فيه لكن من الاحسن نديروه كويرات ليكون الحجم ديالهم متوسط باش كنحصلوه على مسيمنات لكيكون شكل ديالهم سغور وكيجيو راقيين وجميلي يعني فاش كنقدموهم فغا نستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل ونتهلهم الوجه ديالهم بشوية ديال زيت ديال المائدة ونغطيهم ببلاستيك ادائي ونخليهم على جم واحد مدة ديال عشر ديال الدقائق باش من بعد كيجيونا ساهلي مني كنجيو نطلقوهم وفي هاد الاتناء هادية منسبة للحشوة اللي خليتها على جم بحتى بردات بطبيعة الحال هذا نضيف عليها زوج ملاعق كبار ديال جبن كريمي اي جبن مصفر عندكم انا هنا استعملت في لاديل فيها ممكن تعوضوه بالجبن مربعات او لمثلاتات او كذلك بالجبن ديال جبلي كنخلط هاداك الجبن مزيان مع الحشوة حتى كينساجمو وده بغدا نبدأ كنشكل في المسيمنات ديالي فكناخد كويرة ديالة العجين كندهن سطح العمل بشوية ديال زيت ديال المائدة وكنتلقي الكويرة يكون سمك ديالها القيخ باش كنحصلو على مسمى اللي كيجينا مورق من داخل وكندهنو من الفوق بالزوب ده فاخديت الزوبدة حيوانية درتها في الكسرولة على نار مهيلة وخليتها كتبخ حتى كيزول منها هادوك السوائل اللي كيكونوا فيها وكنرشها من الفوق كيما كتشوفو ورشيت كذلك شوية ديال الدقيق ديال الفورس كندرغير واحد الرشة خفيفة ديال الدقيق تاع الفورس وكنطوي العجين ديالي الطوية العادية اللي كندرول المسمن على شكل مربع كنعود معاكم محدى اخرى فكندهن سطح العمل فقط بزيس ديال المائدة وكنتلق الكويرة ديالة العجين حتى كيوالي السمك ديالها رقيق كيف ما كتلكم ماش كنحصلو على مسمى اللي كيجي مورق من الداخل ونرشها من الفوق بالزوبدة ونحاول نوزها على الوجه ديال العجين كامل وكنرشها رشة اللي تكون خفيفة جدا ديال الدقيق تاع الفورس او الفارينة صافي وكنطوي العجين ديالي الطوية العادية ديالي مسمى على شكل مربع وصافي غنستمر بهذا الشكل هذا حتى كنكمل الكيمياء اللي عندي كاملة كنشكلها والمرحلة الموالية فكناخذ المربع ديال العجين ودائما كان بدوه باول واحد شكلناه لانه يكون ارتاح مزيان وكندهل يدين ديالي بشوية ديال زيت ديال المائدة ونطلق المربع بحال مني كان بغون طيب والمسمن في المقلات وجب التجرارة اولى القطعة ديال البيتزا وكندير فتحة ونجيب الحشوة وكنوضعها بهذا الشكل هذا بلما نوصلها حتى كتوصل الجوانب يعني ديال العجين وكنلف عليها الطرف الاول وباليدين ديالي اولا بالاسبوع ديالي كنضغط شوية على الجوانب باش ما تخرش لنا الحشوة باش نوضعه المسمن كي طيب وكنطويب كيف ما نبين في الفيديو طريقة ساهلة جدا كتعطينا طوراق اللي رهيب بحال كأننا مستعمني للعجين مورق كنعود مرة اخرى كنطلق المربع ديال العجين وكنجيب الجرارة كنضير فتحة بهذا الشكل هذا ونجيب الحشوة نوضعها كيفما كتليكم بلما نوصلوا حتى الجوانب باش ما تخرش لنا وكنلف عليها الطرف الاول وباليدين ديالي نضغط غير بشوية على الجوانب باشيب العجين وكنلفها كيفما كتشوفو في الفيديو بهذا الشكل هذا وكنستمر حتى كنكمل الكمية اللي عندي كاملة نوضعهم في الطاوة اللي فرشت لها الورقة ديال الفرن وكنجيب سفار بيضاء دفت عليه شوية ديال الحليب وقطارات من الخل باش كيحيلينا ديال السفورية ديال البيض وكندهن بيه لوجه ديال المسيمنات وعلى فكرة فاش تشكلوا يعني المسيمنات ديالكم ما تقرسوهم ش نهائيا كيفما كتشكلوهم كيفما كتوضعوهم في الطاوة ودهنوا لهم الوجه ديالهم بالسفار ديال البيض وندخل الطاوة الفرن اللي سخنتوا من قبل فسخنتوا اللول هاد النقطة مهمة جدا نعود نأكد عليها باش يجيكم المسيمنات ديالكم ناجحين كتتسخنوا الفرن ديالكم على اقصى دراجة عندكم واحد المدة العشرة ديال الدقايق انا درتو على ميتين وخمسين حتى تسخنوا مزيان الفرن عاد باش كندخل الطاوة وكننقص البوطة لمية وثمانين دراجة نعود نأكد عليها ما تدخلوش المسيمنات ديالكم الفرن هو برد وإلا غادي نجيوكم قاسحين وكارمين فكتسخنوا مزيان الفرن ديالكم عاد باش كتدخلوا المسيمنات وكنتنقصوا المية وثمانين دراجة كتشعلوا ليهم اللول من جهة تحتني حتى يبليكم بأنهم بدأوا كيتحمروا عاد كتتحمروهم من الجهة الفقانية وكيكون هذا هو الشكل ديالهم من بعد مما كيتحمروا فخرجتهم الفرن كياخدوا هاد اللون هادا اللي كيجي جميل بزاف زينتهم شوية ديال الفرماج محكوك والتزين رهت يبقى اختياري بإمكانكم كذلك فاش تدهنوهم بسافار ديال البيض الدردروا عليهم يا إما زلجلان أو للبافو اللي بغيتوا تزين رهت يبقى اختياري كيف كتشوفوا اللون اللي كياخدوا كيجي محمر كيجي مورقين مقرمشين من على برا وخفافين من الداخل وشاشين كيف كتشوفوا هذا هو الشكل ديالهم من الداخل كيفاش كيجيوا والحشوة كتجي بنينة بنينة بزاف انا اكيد انكم اللي جربتوا هاد الحشوة هادي ما غديش تبقى وتستغنوا عليها فعلا كتجي لديدة بزاف وما تنسوش كذلك الفران ديالكم كنعود نأكدها عليكم الدخل المسمنة ديالكم الفران ليكون سخون مزيان باش هاكا مني كتدخلوهم مباشرة الفران كيكون سخون هادك الزبدة كتدوب وهي اللي كتعطينا هادك التوراق في الداخل ديال المسمن وكيجيوا مورقين من الداخل ومقرمشين من على برا فانتمنى ان شاء الله الفيديو دياليوم ووصفة دياليوم انها تنال اعجابكم وانكم تجربوها بالنسبة الناس اللي كيزروا قناتي الاول مرة فضلا وليس امرا تشتركوا في القناة والتغطوا على زر الجرس باش يوصلكم لجديد القناة شكرا لكم بزافة على المشاهدة اتلقى بكم مرة اخرى على قناة ووصفات ام ادم وكريم مع السلامة